الناس مبارح تبعت انه امير قطر قال مش جاي ليه مش جاي لانه قالك انه مصر اتكبت خطأ مهني في توجيه الدعوة واستخدمت الدعوة بصيغة التسكير محاش كان فاهم الحكاية دي خطأ المهني اللي بيقصده مصر لما سحبت البعثة الدبلوماسية بتاعتها من قطر لانه انت بتتكلم على دولة تكيد لك وتخطط للاضرار بيك فسحبت البعثة الدبلوماسية واستفير بتاعك اليونان اليونان مصر طلبت من اليونان انها تقوم برعاية المصريين المواطنين المصريين الموجودين في قطر يعني هي بتقوم بدور السفارة المصرية هنا وده كان واضح جدا كان ايامها سامح شكري لما كلم وزير خارجية اليونان وطلب منه فوافق دون ان يعود الى رئيس اليونان فمصر بتتعامل دبلوماسيا مع قطر من خلال سفارة اليونان فبعتت الدعوة على سفارة اليونان قطر رأيت لك لا ده خطأ مهني انا كنا عايزينها توجهها الى مندوبنا في جامعة الدول العربية عشان بس الناس تبقى فاهمة ايه يعني خطأ مهني قطر بتقصده مش خطأ مهني ولا حاجة ان مصر تمثل دبلوماسيا في قطر من خلال سفارة اليونان فبعتنا الدعوة على سفارة اليونان ده رقم واحد رقم اتنين صغة التسكير ان الدعوة اللي راحت راحت لتسكير قطر بمعاد القمة اه الحقوق هنا دعوة واقعية جدا لانه بينوا بينكم يعني القمة القمة دي زي ما هنسمع فيه كلام الرئيس الفتاح السيسي الوقتي قمة جاية تحارب الارهاب وبما انها تحارب الارهاب فهي تحارب الدول الداعمة للارهاب والدول الحاضنة للارهاب والدول التي تقوي الارهابيين فهو انت قطرة تقوم تعمل ايه احنا انتعق على بعض يعني انت راجل تدعم الارهاب وتؤيده وتقوي الارهابيين وتدفع قناتك اللي هي قناة الجزيرة بشكل واضح جدا لمهاجمة الدول واشاعة الفوضى فيها وتفكيكها وتحليله فانت تيجي تقعد تتكلم انت عن الارهاب الناس تبقى تحترم نفسها فخيرا فعل يعني فانا عايز اقول لحضراتكو على حاجة قبل ما نروح لانه انا الحقيقة بتابع اشرف السعد على فيسبوك وعلى تويتر اللي هو ابقى ايه اللقطة اللي الناس بيلقطوها على الحالة يعيني اللي اردوغان فيها اشتركوا في القناة